بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الطب طبك أي كتاب داوينتي أم داوذي طبك آسنا مركب حوليه وطبو نوعان طبو جسد وهو المراد هنا عافماتك كتاب صحابصن أما باوينتا كتاب صحابصن جرك وهو المراد هنا ماشان كاسا اللو جيدا وطبو قلبين يقلبك داوذيس قلبك داوذيس سيقود وحييغو دن أياو غهظنا ميل كاليه وغهظنا كرانا مجرده وقلبك داوذيس سيقود وحييغو داوه الليه أبوريه انباقوا قوم بغن الليه أبوريه انبياد إلهي بوسو ديبي انبيادنا إياه اياه مركب حافمات قلبه لوغو غيرا بريقذوذي انله راعوه طيب طبغا اسمارك قلبغا ومعالجته خاصة بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام عن ربه سبحانه وتعالى واما طب الجسد جرك داوين تيسه فمنه ما جاء في المنقول عنه صلى الله عليه وسلم جرك داوين تيسه يسيد اللوب داوه يقار كمده وحا كمده وحو نبيك الليه صلى الله عليه وسلم وقويري عذر كاس وحا سأوفي عن نبيه وقويري صلى الله عليه وسلم ومنه ما جاء عن غيره وحو حالك هلا طب الجسدك نبيك غير كيس أو ليمن وغالبه راجع إلى التجربة انتبضن داوين تجركوا وحو نقنا يتجابه وحيابه اللتي جابيه طيب غالبك سوساسوا وحو مرك شرع وكهض لينا وليه مرك انت شرعك كهض ليه أيها دال كان ربائن وكشيه طيب طيب واما طب الجسد فمنه ما جاء في المنقول عنه صلى الله عليه وسلم ومنه ما جاء عن غيره وغالبه راجع إلى التجربة ثم هو نوعان لما نوع ويساس داس اهدنا نوع لا يحتاج إلى فكر ونظر داوه نبه نين الليك فكر لفير فيري وحا نبه نين وحا سوكالا مرك عوكو مثالينا يا باهذا جرده باهذا مرك اتماده آنكا مركو بيماده دادكو ران نالهو ران عوكو فكر يا داوه دي سوايقانا فكر نؤمبهن إنو وحعنو دوه ميه بيعاذو وحيابها سوايق وحيابانا وح علم اي اقان اي تجربة براشوء باهوهن سداس اقايبيه طريقا مركا طيبكا اما داوه دي سوايقانا وحويلو الطريق الى معرفته بتحقق السبب والعلامة عذرك سببك كان علامته مركا للتحقيق جيعا داوه دي سوايقانا بولير فالطبيب الحاذق هو الذي يسعى في تفريق ما يضر بالبدن جمعه او عكسه وفي تنقيص ما يضر بالبدن زيادته او عكسه طبيبكا حاذقا وحوفيريا وحا مركا يسوطا اقان جيركا نبا ايو وحا مركا يكالمقايه نبا تدكيني كارا وحا مركا يقردان نبكا او ايمانا ايو وحا مركا النقصامان جيركو عافما بدرادا او ايمانا يسو وهكذا وما دارو ذلك على ثلاثة اشياء داوين تجيركو اقضنو حيسوسو كوبميسا سدح شايبو بيري حفظ الصحة عافما تكين الالعشادا مركا هراء والاحتماء عن المؤذي شايغا غفكا نبا ايانا انو كارتاقا او اسكيل عليه كارتاقوا واستفراغو المادة الفاسدة وحي وسخ ايجيركا كجيرانا ان لا صارا قشنصار انو الغصم ايو المقبحيو سدح شايبو بيريي كارتاق حفظ الصحة عافما تكين الالعشادا والاحتماء عن المؤذي إن ليس كم منعيو وليس كارتاقوا وحا قفكا نبا ايو كورتاقا مده هراقا مده اللبادنو او مادوين كجير قفكا نبا ايو اسكيل الالعشادا مده سدحا ايو اسكالسارا ايو كجيرانا في انتاءال الالقيم كتابك ستضبوا لنابوه كتابكم قيمو أن يضعوا المعاة كم منذ أعيو ايو كيمين سدح منها وحا لكم اشاري بيرييقورانك سدح لها سلاحب فالاول حفظ الصحة من قوله ستعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من ايام اخر لا تقتلوا أنفسكم وإنه يقوم بأيه مصدره إذا كان يتطلب الآخر يقول الإنسان مصدر يقوم بأيه والثالث يقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذن من رأسه ففدية إلى آخره إذا اصدحته أصول ضبنا هو الناس كانت اصدحت النساء لكما هو الحمية اما احتماء كان صدحاتنا واحدة استفراغ المادة الضارة عن الجسد مادة واحدة بيسو جيرك ان لغا سعر واللغا بحثير هذا مركب مقدمات مالاها سوقات لغاية باب ما انزل الله داء الا انزل له شفاء ما انزل الله اللمسود الجن داء عذر الا انزل له شفاء الا انزل له شفاء الا العاف ماذا سعيد جي قال حدثني محمد بن المثنى وهو ابو موسى الزمن البصري قال حدثنا ابو احمد الزبيري ابو احمد الزبيري حليرا مجعس محمد بن عبدالله بن الزبير الأسدي وعبدالله بن الزبير صحابه المقبل قال حدثني انا اسم قبيل لابدو طيب من بني اسد بن خزيمة وعنجه اذا لابدو هذا متكست قبيل ديسة بني اسد كان نوع بني اسد لكن لابد بني اسد كليه فقد يلتبس بمن ينصب الى الزبير بن العوام لكونه من بني اسد بن عبدالعزة وهذا من فنون علم الحديث وصنفوا فيه الانصاب المتفقة في اللفظ المفترقة في الشخصي وانصاب المتفقة في اللفظ المفترقة قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال حدثني عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنزل الله ألا مسود جنن داء عذر إلا أنزل له شفاء إلا أن لوحو سود جنن داء عذر كاسد داء طيب رواية وحي لاذا يكدر يسا يا أيها الناس تداو دضوا إسداوي دي عذر كاسد ألا الداء ويا لإسداوي حديث كوساما وحو كدر يا يا عباد الله فإن الله لم يضع داء تداو يا عباد الله فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء إلا داء واحدا الهرم هل حذر مان انتك لئ داو لئي هل كاس حذر نواء ويالنمه رواية كلا وحي كسي درتي عليمه من عليمه وجهيله من جهيل حذر كاسد ألا داو أكاني قفك ألا أجي سيئبا أب قفك ألا أجيها قفك ألا أجيها قفك أن أجي نم أجا علاقة قادنا أمرك ما يشحس داوذان الله تلماما يددك وضع إنه يوذي أقولنه وقعبنا أي تقاننا وقعبنا أينا نقولنه حديث كلا رواية كلا وحي كلا وحي في كل داء دواء فإذا أصيب داء دائي برأ بإذن الله يقولنك ألم حين الله قدر بإذن الله حذر کسد أهي لئي وحيك أسيبت طا وحي يستقفك بإذن الله في المترجم النقل في المترجم النقل في المترجم النقل رواية الفيديو إن الله جعل لكل داء دواء فتداوو ولا تداوو بحرام إله عمر كانت داواء لكن حاران يسكد داوينين شيء حاران أو حرمي يسكد داوينين إنها أسمر ألفاظها لدوان حديثك معاني ذي شرحا وحير حافظك وفي حديث جابر منها الإشارة إلى أن الشفاء متوقف على الإصابة بإذن الله وذلك أن الدواء قد يحصل معه مجاوزة الحد في الكيفية أو الكمية فلا ينجع داوين يحايل هذا إن لقعه أما لقعه قدر لقاء استعماله وحتر كيهدو أو لا يكادو وحاس إنه إسلا يكادا نيابن علمي أو باهمتا طيب خواية كالاو حيكرنا يبطيك جيريد طيب إلا الموت جيريد داوو مالي طيب جيريد اسماركاد دا جيريد ما هذا عذر ما يهو حاله يهو حاله هو هذا عذر كأو كرد ما نا يقف كما هاني عذر كأو كرد ما تلغو قري داوو دي سوالو سيجين طيب طيب عن داودي ايه الافضل وفي ذلك الولايه لا يتأكد أن يكون على تركيز همين فالتحكم بسيطة قبض الناس وفي ذلك الناس هذا الناس إنه إنه بالإذن إنه يتكيب فيها إنه يتكيب في بسبب يتكيب فيه إنه يتكيب في حفر التسجيل مما إذا كنت قولنا البركة هذا هو باب سلام إنه هل يتكيب في الشخص إنه يتكون من المرأة أو مع المرأة يتكون من المرأة قال حدثنا قتيبة هو ابن سعيد أبو رجاء البغلاني قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد بن ذكوان عن مبيع بنت معوذ بن عفراء قالت كنا وحانا يمباتلين نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبقى أيام معيسى الدولي جرني والدولي جرني نسق القوم قوم كأيام ورابي جرني ونبيه ورامي جرني ونخدمهم وأخدمي جرني وأوأذيق جرني ونرد القتلا ذاتك اللي دلنا ونرد القتلا والجرني وميدكوان سوق قادي جرني والجرحى يكون دوء إلى المدينة سوق قادي جرني قام حاول قبما ونرد القتلا والجرحى قام نعطي لو ادعو دوء ما مولا قام ناك توينين دوء ناك توين دوء ونمد دوء دوء واحدwan وعطي لألو وعطي لألو فعطي لألو یه تاه حديث كان مركب عموم كجير وكياني مركب ورانا وحان صامرناي باغوا مداوات النساء الجرحى في الغزو كتاب الجهاد تساساً كصامرناي فجرى البخاري على عادته في الإشارة إلى ما ورد في بعض ألفاظ الحديث وكان نكون ناك داوين كارا ناكتنا أن ناك داوين كارا ويعلك كان يجزم لكن صببوا يجزمون محاولة هل يداوين رجل يمكنك مداوينه وداوينه يساق متهم وكان يجزمون مكساً كارا وكان يجزمون محاولة قبل الحجاب ويؤخذ حكم مداوات الرجل المرأة منه بالقياس وإنما لم يجزم بالحكم الاحتمالي أن يكون ذلك قبل الحجاب أو كانت المرأة تصنع ذلك بمن يكون زوجا لها أو محرما وأما حكم المسألة فتجوز مداوات الأجانب عند الضرورة يقول الحجر مركح ويرى الجانب لا أكتب أن أجنبك أيها كلام عند الضرورة وتقدر بقدرها برورة صحيحة لقدرها حتى أنت لا أكتب ما الذي سيته والصحيحة مثلاً لو قمت بها داولة قمت بسألة فايدة ماشا سوى داولة وما لا أكتبها قمت بأنها فايدة حبتها فايدة ما لا أكتبها وتقدر بقدرها فيما يتعلق بالنظر والجس باليد وحاكو التعلق أختارك إنتا إلا يغفير كرا إنتا بوطابة كرا وإنتا سأل مركح برورة ذكو أكتب قاعدة فقية ومركحة ضرورة تقدر بقدرها بابنا هذا كان باب بابه أن الشفاء وعافماتك في ثلاث سألتح بحذة أيها هذه سألتح شاهدوك الجراء قال حدثني الحسين وهو الحسين بن محمد بن الزياد أبو علي القباني ثقة حافظ مصنف من الثانية عشر فقال الله بيتبنات مركح بخاري أرددسك أما بخاري وأسكو ماذا لنقونا هنا لأن الشيخ بخاري عاشرة حادي عشر طبقا كني كان الثانية عشرة وأسكو أقران قال حدثنا أحمد بن المنيع وهو أبو جعفر البغوي الأصم ثقة حافظ قال حدثنا مروان بن شجاع هو مروان بن شجاع الجزري أبو عمر أو أبو عبد الله صدوق له أو هام أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه قال حدثني سالمون الأفضس سالم بن لير مركح سالنانيس سلسل سالم بن عجلان سالم الأفضس مركح ربتنا تقريب كبار تو سيء بارين الأفضس وانا نيس سالم ابن فلان لبقديه سالنانيس يبقى بيقى سوء والترمي سالم بن فلان سلم بن فلان سلم بن فلان وانا نتعجب من الملكح كان لغدا سوء و انتم وانا نينس سعيد سالنانيس سالنانيس سالم الأفضس مركح سالنانيس سالنانيس سلسل قال حدثني سعيد قال حدثني سالم للأفطس وهو سالم بن عجلال يعني للأفطس أبو محمد الحراني ثقة رمي بالإرجاء قتل صبرا أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الشفاء عافماتك في ثلاثة بكجراء شربة عصل كبؤ ملقة وشرطة محجم يعني وحيار توبن توبن وقية نار يعني دبل اسكو قب وأنها وقال ريبا يا أمتي أمد داود أن كل ريبا يعاني الكي اسكو بيد إلي اسكو بان أمد داود أن كل ريبا رفع الحديث حديث هو الرفع ربا في رسو مركار حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الشفاء وموقف موقف هانو ويجيه لكن جملة دنباه حيكو تسيسا مرفوع لماذا وأنها أمتي وأنها أمتي عن الكي التي تفهمي حديث النبي صلى الله عليه وسلم طيب ورواه القمي ورواه مكتن وتعليق ورواه القمي عن ليث ليث كانوا ابن أبي سليم قر 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 لو برك بعد ليث كالد موذيس ليث بن سعد موذيس لو برك بعد موذيس فأرضي أنه اشتسود تأجناده وحاك في عمله وحقره ليث ابن أبي سليم ويان كان مركب بخاري تعليق هانو أغسسارا دواكو جيدا تعليق هان أي أغسساري سواء ضعيف مركب بخاري تعليق هانو أغسساري وحال لو يقول رمزيه خط خطا معنى مركب البخاري تعليقا أي أغسسارا مسلم وكوريا أنا أغسسار مقرون وحساس عمله كوريا أفرتك لنا وكوريا مركب بخاري أغسسارا وحاك في حتجاجه وانا دادكو تعليق هانو أغسساري دادكو حجيه يستمعها مسلمة هان وعدين مركب ليس ابن أبي سليم ضعيف دويها بخاري محوك الصبعين هاده بخاري شروطي سوح وافقا ودادكو كب بالله محدثني فلان محوك بالله لأن كتابكي سوحوكو علاميه الجامع المسند المسند ورواه القمي مسند ماهما وعا تعليق سنة كرقائب توروران وجري كان مركب ما الله حسابه سهل شروط ديس عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في العسل يوالحجم توبينت مالبكي توبينت بوشيئك قال حدثني محمد بن عبد الرحيم وهو الملقف بصاعقة قال أخبرنا سريج بن يونس هو سريج بن يونس بن مرزوق طيب طيب سريج بن يونس وهو مروزي الأصل مرزوق ماهو مروزي الأصل ثقة عابد أخرج حديثه البخاري هو مسلم والنسائي أبو الحارث قال حدثنا مروان بن شجاع عن سالم من الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان مركب حديث كان مرفوع الشفاء في ثلاثة في شربة محجم أو شربة عصال أو كية بنار ببلا اسكوبي وأنا أنهى أمتي عن الكي أمتي وحن كريم يا اسكوبي ضيب حديث كان مركب حديث داوات ويكجرتي أي الشياء ضيب قال الخطابي إمام الخطاب مركب حديث شراح هذا خطبت صلى انتظم هذا الحديث على جملة ما يتداوى به الناس طيب يا وصودنا وصودنا حولا يا مركب انتظم هذا الحديث على جملة ما يتداوى به الناس حديثنا حقق تحمي أو تحي وحق ذلك أن الحجم يستفرغ الدم توبنته فاسدك يستفرغ أي شارع استفرغ أي شجيره وذلك جيرك وكبخه لذلك عصبه سوء وعافنات قضى عصبه قضى عصبه حديث ترجمة نانسي قنقر 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 وأنه يترق من كراهته للكي ومع استعماله له أنه لا يترك مطلقا ولا يستعمل مطلقا ويأخذ من الجلع بين كراهته صلى الله عليه وسلم للكي وفي استعماله له أنه لا يترك مطلقا ولا يستعمل مطلقا وهذا الشيء يشاهدون بهذه السلام وليت قبعده سديه دانا ملغا تقيه سديه دانا ملغا استعماله بل يستعمل عند تعيونه طريقا إلى الشفاء مع مصاحبة اعتقادي أن الشفاء بإذن الله على استعماله مركا واحدة لاللغا قوسته وإستعمال كل طريقه لأو يترك مركا لالجيرين إلى استعماله هذا إلهي لاللغا قلصنانا هذه الأمر كما نكتوى أو استرقى فقط بريئة من التوكل يعني ننكي اسكتوا فوقتوا في الضلبة هل يقولوا فهيرا توكلك وكبري النقود توكلك كامل بإذن الله بعض أهل العلمين يحايته يجب أن نبيه وكتغي وحايته وأن يريد أن نقال بالمكتاب إنه يجب أن نبيه وحايته فهي يجب أن نفسه في كل مركز يجب أن نكون هناك قد يكون هناك ساعة في حالة كانت الإستعمال وكذلك يجب أن يكون هناك ساعة 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 لماذا كان هذا القدر من الناس لكن هناك حلقة لأولنجير وحلقة لأولنجير باب أي هذا كان باب باب أي أن الدواء بالعسل هذا هو ملبك الذي يسكد دواء أي أبابي باب الدواء بالعسل باب بيان حكم الدواء بالعسل وقول الله تعالى إِأَا لَقَوْلْكِ سَفِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ فِيهِ مَلَبْكَ وَحَاقُصُّهَاً لَحَذِيثَ شِفَاءٌ دَوَاءٌ لِلنَّاسِ دَكَ أُغُصُّهَاً ملك الضمير كان فيه مفسرين تقارن وحيء عليان ملبك قارن وحيء عليان القرآن فيه أي في القرآن ملك بخاري سوحى ابن رجح فيه في العسل ملبك إِن لُعِلِيهُ سِذَا سَنَا سِيَاقَكُ فِي عَمْ قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة الكوفي قال أخبرني هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم النبي بحوها يُعجِبُهُ إِنُ عَجَبْ قَلِنَا يَأُوجِعْلَا يَعْنِي أَلْحَلْوَاءُ وَالْعَسَلْ وَحَمْعَانِيَ مَلَبْكَ أي وجعل الله قال حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن الدكين قال حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل حالي رأى عبد الرحمن بن سليمان بن عبد الله بن حنظلة الأنصاري قال حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل عن عاء وهو صدوق فيه اللين أخرج حديثه البخاري ومسلم أبو داود والترمذي في الشمائل وابن ماجه أئم ذو لكن تبعيفك أي تبعيفيين وحيكو تبعيفيين بيعتمار يعني ماركة قار جرحيك وفباني الإمامة وحالي ليه هبل يهبل يهبل كورهنا لله صدحنين ماركة سوليه فلان ضعيف مثل وفلان فيه اللين أو كوضا ماركة لابغان كالي ماركة اللوه فيه ريو نين كان ضعف باكو جيراوه مطلقا سقا بعيفا لغا موضا نين كان ساسوكالوان لايبود ماركة كلمات كالجرحيين اللوه فيرس لها طيب دي ماركة فرصة دهان وحالي كتب الجرح والتعديل اما كتب الرجال يعني سيكاليهين ايو قاب قحلوه بارا ايو وقت ايه لدونا إن شاء الله تعالى فرقا نين كان جرحي قيساس كبرا عيواء انتاس كليا طيب عن عاصم ابن عمر ابن قتادة وباعتبار غيره عن عاصم ابن عمر ابن قتادة قال سمعت جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول نبي الله ينمق لإن كان في شيء من أدويتكم إن كان في شيء واحدة حديثة من أدويتكم وإذن كالداوي أو أما سيكون في شيء من أدويتكم إن كان أو قال يكون يكونوا بالكور مري يكونوا صحنا ما يكونوا لأن إن وحرف شرد يجزموا فعلا كيف يكونوا مجزوم وحالي لأي مركة لا رحي لأي مركة وعاو غاني واسك بالإشباع وقال بما دي ايو كفو غادي بما ده حولا مركة الوفو غادي لأي مركة الوفو غادي وحالي بما ده حرف تقول كذلك كجرة أو شربة عصال أو لذعة بنار أو لذعة بنار أما تابسينا دبلا يستابسيه وقبت يعني توافق الداء تاسع ومرك عذرك وافقين فيه وما أحب المجع الذي يقول أن أكتويا إنه قبنا المجع لأنه قال حدثني عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى وهو عياش بن الوليد الرقام ويا قال حدثنا عبد الأعلى هو عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي قال حدثنا سعيد هو ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي المتوكل عن أبي سعيد أن رجلا منبعات النبي صلى الله عليه وسلم النبي قيمت فقال أخي ولالك يشتكي بطنه يشتكي أو كش يجانا يا بطنه أي في بطنه علوشه كحن صميه فقال 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 الموضع تتكلم أجل فقال أجل أن أجل لأنه يصلنا إلى الناس بالتشبكات الأخيرة ونار الذي أعطو إلى هذا الكثير. يقولون أن النساء القادم الذي أوجه هنا بل اصول الله سيئ يقولون شيئ يقولون شيئ يقولون شيئ يقولون يعني هذا إلهي ذلك تقولون أنه يقولون شيئ يقولون فرائب هو خريص أنفسه أنت إلى أن تكون له أقل ولتنسبة لكي يقولون في هذه الأخيرة سوف يسرح الإبن القيم ولماذا إلى أن هذا النبي كان ذلك مخيرا وأنهم سوف يستخدمون الملكة ومن المثال أحسابهم أنهم سببوا في الوقت فهم يتركوا في ذلك الهلاء تابعوا ويسروا له ولكن أستعمال يجب أن نصل بهم ابن القيم كان دعنا حديث ت 업و ومعناها كيف يتحسسد ذلك حسناً، فهو يتبعون بشكل جيد حسناً، ما هي الشخص؟ حسناً، ما هي الشخص؟ حديث الله بعض، حريطي توافق الداء فيه إشارة إلى أن الكيّة إنما يشرع منه ما يتعين طريقاً إلى إزالة ذلك الداء وأنه لا ينبغي التجربة لذلك ولا استعماله إلا بعد التحقق إلا استعمال الدب مبنانا إلا مرك الله بصدماً إنه وحداً وينك راديك لعبك بيلاً جركب وقيمك بعبئنا مهينة وأنصب لنين لنمان غفل أو إيماني لنمان كم من الناس وددن تيقبين قربين؟ باب الدواء بألبان الإبل باب بيان الدواء باب الدواء بألبان الإبل قال حدثنا مسلم بن إبراهيم هو الفراهيدي قال حدثنا سلام بن مسكين قال حدثنا ثابت وهو بن أسلم البناني عن أنس أن الناس كان بهم سقم جرأيك السبنين فقالوا حدثنا يا رسول الله رسول الله أعونا ندل وأطعمنا نقوذي فلما صحوا مركعا فيما ذلك قالوا حدثنا إن المدينة مدينة وخيمة وأقول عذر بذن وأقول عذر بذن وبشي بذن فأنزلهم الحرة إذن أحدوت سمجحوا أن القلوبة قال نبي صلى الله عليه وسلم في ثوثنا هناك ثوثنا tsbf ما جاءت طوره أحصل إلى القلوبة أكثر من حولها قال رسول الله يجب أن تشرف ألبانها عن هذا العذر قال عذر كبعا فلما صحوا مركعا فيما ذلك قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم النبي قوساركي سيبا يدلين واستاقوا ذوده هل هي نواك حيستان وادعين لما نسك قيل دعا مركا عاف ما لين وعاف ما تهلين حوالي نواك حيستان راعيين وادلين فبعث في آثارهم نبي قرأت كودا يوحيدا وقديرا فقضع أيديهم على سواقب فقضع أيديهم ورجلهم مركا صوحو جريق عمله يلغهو ذا وصامر أعينهم اندهو ذا نواه مسماري سبع صامير كلولو انده في القلي طيب ايه غا ساس ودلين النبي مثل ذا يوحيدا وحريا بمنا سميجير لكن ايه غا ساس وحدلين ايه غا ساس هانو ايال النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت الرجل ننكي نركي منه يكدم الأرض وحريا بمناسه وحريا بمناسه وحريا بمناسه حتى يموت الى اوقدانتك يعني انتا قوم كلا الكاسل لقد قلتنا عرب كله لا يحكوها يين حتى يموت الى اوقدانتك ضيب ايه غا ساس وحريا بمناسه سلام بن مسكين وبتشديد اللام وهو الازدي بخاري هل كان حديث بكولي حديث كتاب الأدب كو امام دون ايه غا ساس ومهم الآن وحكو باعي كتاب اللباس عن عثمان بن عبد الله كو رناي لماذا اسمارك كلا باذي ورجال البخاري اسكاله ايه سلام بن مسكين وليس كذلك بل هو سلام بن أبي مطيع وياننكاس سادر 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 انه كان بخاري وعطنا لا بحديث كوليها بس بتكاس أدب كو امام دون ايه كان طيب قال سلام فبلغني وحيسو قاري أن الحجاج قال لأنس حجاج بن يوسف حدثني ايه شاك بأشد عقوبة عقوبة مدى قدرني عاقبه النبي صلى الله عليه وسلم النبي لو أحكو عقابي فحدثه بهذا حديث كان أشاكي فبلغ الحسن حسن البصري بأرنكاس او قاري فقال وحيري وددته وحانجع اللي استي أنه لم يحدثه أنس إنه نوحس الشيق حجاج حجاج بن يوسف نين ديقياع به حان لأنه من المعصي عقابة 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 معصي فهذا عقابة حانجع 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 وإنه معصي معصي وإنه ديقياع وذلك داود حقصه عمر معصي عقابة فأي بنامت هاي نتكاد دانيرال الباب كاسك بحاو اي كاسك بحان وإي بنايه دل كورنا يعني دل كسور رأيو هاي فإنما عقوبة كلمة إنه سجيرين داتك لوكو عقابان دل أهين فإنما عقوبة كلمة إن أقرنين إلا دل أمبس في صغيرة وكبيرة انت بالدل دل أمبس حجاج مركا نوع عصوها حسن البصري مركا حبيبيري آنس بن مالك إنه حديثك الحجاجه كلا أشياءه بجعله إله لأنه مرسيه لأنه نهائي كلمة يعني حسن البصري علمي قار لأنه نعكارك هذا نعكار صناي يفيدنا يقلبك لأنه نعكار وانه سوالمر كتاب العلم انه سوالمر مثال كان وليق واسوشي نهت شرح شيخ رواية بهز فوالله منتهى الحجاج حتى قام بها على المنبر فقال وحمر حدثنا أنس فذكره وقال وحمر قطع النبي صلى الله عليه وسلم الأيدي والأرجل وصمر الأعين في معصية الله أفلا نفعل نحن ذلك في معصية الله وصاق الإسماعيلي من وجه آخر عن ثابت قال حدثني أنا سبحيري أي أنا سبحيري قال ما ندمت على شيء ما ندمت على حديث حدثت به الحجاج شيء كما شاء الله يقول هذا الآن شيئا هذا الآن شيئا حجاج كانو كوضا فذكره إنما ندم أنس على ذلك لأن الحجاج لأن الحجاج كان مصرفا في العقوبة وكان يتعلق بأبنى شبهة أبنى شبهة أيهادك ما دحقوا يقرأ سيد قصة العرانيين الحجاج أوه كان يحركوا من الدليل أيهادك أوه كان يحكوا له يجير ترجمة حديثك مركوا يصبطها بقينا أن النبي قدد كعص حكود دوايه عناه قيلة عناه قيلة لأنه مركز دوايه ونحن تقول دوايه عدو الردقار طيب باب الدواء بأبوال الإبل باب بيان الدواء الدواء عدين تيذب بابها بأبوال الإبل قال حدثنا موسى بن إسماعيل وهو أبو سلمة التبوذكي وقال حدثنا أمام هو بن يحيى العودي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن الناس انذب اجتوه باب وقت tipto ليس كنت قد لا تتعطي وقال حدثنا ومرحبه نظفه زيادة عن جانب لقد قلت جانب لقد ترى أمره النبي صلى الله عليه وسلم النبي فعله أمر أن يلحق براءه يعني الإبلا يشربوا من البانها يشربوا من البانها فشربوا من البانها وأبوالها حتى صلحت أبدانهم إلى جركوا أو عاف ماغي فقتلوا الراعي فبالغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث في طلبهم فجيه بهم فقضع أيدهم وأرجلهم وصمر أعينهم وصمر أعينهم وصمر أعينهم وصمر أعينهم قال قتادة فحدثني محمد بن سيرين أن ذلك كان قبل أن تنزل الحدود باب الحبت السوداء حبت دي مذوبت حبت السوداء قد أن تنزل حبت السوداء قال حدثني عبد الله بن أبي الشيبة عبد الله بن أبي الشيبة وحوهيان أبو بكر بن أبي الشيبة ما يعني سبحانه عبد الله بن محمد بن إبراهيم قال إبراهيم أعزم الله بن أبي الشيبة وانا صلى الله عليه وسلم عبد الله هنا أبو بكر نواكن المسلمة أقبت صدق أبو بكر ابن أبي شيبة عثمان كان لنوضع لي ومحدثنا وجري والليل محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا إسرائيل عن منصور عن خالد بن سعد قال خرجنا وابحنا ومعنا غالب بن أبجر سوى غالب بن أبجر أو نال الصعب يعني غالب بن أبجر صحابي وصحابي له حديث الحديث قوليه نزل الكوفة كوفه دقي أخرج له أبو داود هذا ترجمة هذا رمزي اللغة أبو داود يجب أنه يسره سأل برك ابو داود يسره بخاري وانه يقول لماذا له لقياه يخالي يخالي لقياه نعم كان لك حال غالب بن أبجر له ذكر في صحيح البخاري وهذا له ذكر له رواية لك وهي الريوية كله ايه تهديب الكمال ايه تهديب تهديب ايه تقريب وهي الريوية كله بيشيغ وهان الريوية كله هين وليس لحشيغ ريوية اللي كمالهام ملقور ايه رمز اللوغ ومعنا غاليب ابن أبي جر فمريضا في طريق جيتكو فقدمنا المدينة وهو مريض فعاده ابن أبي عتيق فقال لنا ابن أبي عتيق فقال لنا فقال لنا هنغير عليكم بهذه الحبايبة السويداء حبدا يرئي مذوق يعني تصغير الحبايبة السويداء لما غبوا تصغير حبدا مذوق لازم فخذوا منها حتك قابدا ايه خمسا ايه سبعا اما تضبه فاسحقوها شيذا ثم ققروها في أنفه لقد تسنكيسكو لبعية بقطرات بقطرات زيت لبعين سليد امعيذا 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 شفاء من كل دائم امعيذا لقد تلتا أمعيذا نصبه وهم نسبية تقول حسين تدمر كل شيء بأمري ربها فأصبح لا ترى إلا مساكينه حوله يمرك دبعي شاس إلهي سواب ديراي شايك كستاي بربوريني سألين إركا إلوالكو مبربوريني نبول الله هودا جيوهي مبربوريني بدكي مؤمنين تير رعي مبربوريني يعني عامكا نسبة وحلقه شايك كستاي بربوريني بربوريني يعني بحاشا نمرك حبت السوداء عذر كستاي بلا داواء ديه داواءي ساوهينا شايك كستاي مالو البكوفو ماء ضيب لتكا قبل بانتاين مالي ساقا شبين باقي كوهي وماتاين هذا مركا قولي حديث النبي سانو حديث النبي حديث النبي راسيقل دانو فهمهينا راسيقل دانو فهمهينا حديث النبي راسيقل دانو فهمهينا وحالر بحديث كان شرحي سرازي علوما سيئو شرحانيه معناهي كفهمينيه كله دانو هاسكي داواءينا لانا كله دانو عمومكا وعموم نسبة أباجيره يعني حبت السوداء دباي شاسي وشايكستو اني باب اسو اللقو تلقى لي مدنكا مريبه واب اسو خلاص عموم كيدو انتس تم عموم كيدو انتس باي قال حدثنا يحب بن بوكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني ابو سلمة وسعيد ابن المسيب ان ابا هريرة اخبرهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحبة السوداء شفاء اياءه من كل داء عذر كستئل السام عن عذر كستئل داء والله قال ابن شهاب شونيز لن يقال ان تكون خشرا اخبرهما هل انه سمع لانه انه سمع شونيز وانه يوري حبة السوداء حبة السوداء لا يعني لابتر انه سمع انه سمع الهب سمع وانه سمع شونيز ما شونيز انه من نعم هذا الذي أشار إليه ابن أبي عتيق ذكره الأطباء في علاج الزكام العارض منه العارض معه عباس كثير ذكره الأطباء في علاج الزكام العارض منه النهائي وهو لا يجبه يضح الزكام العارض محظه أنه يجبه لهم أنه يجبه لهم ولم يجبه لهم إنه يجبه لهم أنه يجبه لهم وأقول أحيان ضعفة السوداء ثم تلق وفق لعينا يجبه للبربرنا ثم تمقع في زيطانا ثم يقدر منه في الأنف ثلاثة قطرات فلعل غالب ابن أبجر كان مذكوما فلذلك وصف له ابن أبي عتيق الصفة المذكورة ويأخذ من ذلك قالنا أن معنى كون الحبة شفاء من كل داء أنها لا تستعمل في كل داء صرفا أتاديل رأينا عن حذر كستدا ويأتعي هذا صرف أم الله قالنا بل ربما استعملت مفردة مركلة لإستعمال وربما استعملت مركبة مرنوحك للغدرة وربما استعملت مسحوقة مرنوحك للشيدة وغير مسحوقة يشيدني وربما استعملت أكلا مرنوحك للعنا وشربا مرنوحك للعذا وسعودا سنكا للغشوة وضمادا جركا للغشوة وغير ذلك مركبة مرنوحك للعنوحك للعنا هذا مرنوحك للعنا وقيل إن طوله كل داء تقديره يقبل العلاج بها واللسوء فإنها إنما تنفع من الأمراض الباردة فإنها إنما تنفع من الأمراض الباردة وأما الحارة فلا وقال الخطابي قوله من كل داء هو من العام الذي يراد به الخاص لأنه ليس في طبع شيء من النبات ما يجمع جميع الأمور التي تقابل الطبائع في معالجة الأدواء بمقابلها وإنما المراد أنها شفاء من كل داء يحدث من الرطوبة ما يشعر المركبة الشينيز وتفسير الحبة السوداء بالشونيز لشهرة الشونيز عندهم إذاك وأما الآن فالأمر بالعكس والحبة السوداء أشهر عند أهل هذا العصر من الشونيز بكثير وتفسيرها بالشونيز هو الأكثر الأشهر وهي الكمون الأسود ويقال له أيضا الكمون الهندي باب التلبينة للمريض تلبينة أي باب يعدين تلبين للمريض يقف في الجرين تلبينة من المركبة المشاري وكلا بر أو شيء دقيق الهادي ومالب أو شيء كلا لقدر لج العبوة ومشارد حوله قال حدثني حبان بن نوسى قال أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك قال أخبرنا يونس بن يزيدة عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تأمر بالتلبينة للمريض تلبينة بأي أمره يقول للمريضة قفك الجرين وللمحزونة يمتك مرقون مرقسا على الهالك قفد تيكورك قفد تيقوم مرقسا قال أخبرنا للمريضة قفد تيكورك قال أخبرنا يونس بن يزيدة عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تأمر بالتلبينة أي أمره للمريضة قفد تيكورك وللمحزونة على الهالك قفد تيكورك قفد تيكورك قفد تيكورك قفد تيكورك وكانت تقول وحدي جرتيني صنعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وحان مقلع النبي لا ياه إن التلبينة تجم يعني الرحيسة فؤاد المريض قفك الجرين قلبه من الجرين قلبه أي قفو الجساء الرحيسة وتذهب ببعض الحزن مرقتك أركبنا ويتك سيسا مرقتنا مرق ويكاق هذا يسا مرقت البينة وإن مرقت مرقت قفك قلبه وحيالها سيكفض ويذين يسا قال حدثنا فروة بن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة أنها كانت تأمر بالتلبينة أي أمره وتقول هذا هو البغيض هو البغيض النافع هو سوء البغيض مثل النعبي هايو ونحن نحن نعبي هايو سيدا داودة قاركت بل الله نعوه داودة قاركت سوء قرار يقليل يحبه إلى الوالد بسنة النافع أنفعنا والاذها أناسيك وضاء تلبينة لنمركو حويا حصاء يعمل من دقيق أو مخالة بوشاة أو دقيق برق أو مخالة برق أو ملب الهدد هذه مثل جلعيح أو ملب الهدد من دانتحق عائلة كشبهيزة تجمل معنى والمعنى أنها تريح فؤاده قلبه سيررح ونزيل عنه الهم مربتنا وكزل لنيس منافع التلبينة فعرف منافع ماء الشعير هذا ربطينا أنه تتلبينه منافع هذا الشعير فعرف منافع هذا الفيري وأسكن من ذلك وهذا فضط يعني علوشة يحيبها فعرف منافع ماء الشعير باب السعوط باب السعوط وحسن كان ليساك الشبا قال حدثنا معلّب أسد قال حدثنا أبوهيف عن ابن طاوس عن نبيه عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتج من نبيك واقص طوابه وأعضل حجام منك الطوابين والحلسي أجره شقديسة وخشقائسة واستعاق نبينا سنكا يداويس وشبي اشتركوا في القناة